اشتركوا في القناة 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 شهداء اشتركوا في القناة 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 نعم اشتركوا في القناة 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 لأن هذا حاله من حاله مثل ما هو طالع على عيشته هذا هم صلع من كترة الجوعة والصلاح لما يصرفونه مرواتب 3 ملايين و4 ملايين ونايم غادي ويكتر بالناس بس لما ينام على فراشه شي يقول يقول باس لما ينام على فراشه شي يقول من كل واحد شي يقول هو فقير فقير هذا كترة بريع ترى نعم نعم فقير لك شغلك كعبة هم إن شاء الله عن قريب عن قريب تختب بهم الأرض إن شاء الله الأرض تختب بهم وإلى الله يخلصنا من عجبنا وإحنا ما عدنا غير الله وإلى البيان ما عدنا غيره فهم اللي وصلنا إن شاء الله هم اللي نصروننا شكرا أستاذ شكرا شكرا إليك أخي حسين علي من الناصرية حياك الله يا علي 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 تفضل أخويا عليكم السلام والرحمة عليكم السلام والرحمة أخويا تفضل علي تسمعني حبيبي تسمعني عين السلام تسمعني أسمعك كل جزيان تفضل أخويا حبيبي أنا ما أسمعك تسمعني لا تسمعني حتى أحد أسمعك كل جزيان تفضل تسمعني قلب السلام أي حبيبي تفضل أوكي 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 سابعني أنا جاي سمعكم في صوت تلفزيان تقسي أنا راح أخوصي بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسب من الذين قتلوا في شبيل الله ومواتهم بالأحيان من الناصرية وشاهد عياني اللي عمزرة اللي صارت للناصرية طبعا مزرة يعني ما هو صفة قديلة وطبعا مو هاي مو أول مصر يعني يستهدفين الناصرية ما أعرف بالسبب يستهدفينها ما أعرف يعني يعني منطقة هي تتبر من الجنوب قريبة على إيران يحتضرونها البواب ويدخلون من خلالها إلى العراق ما أعرف يعني بالسبب ما أعرف كل الأحساب أنه أنه صدنا تتدعي تسمعني أحساب نعم 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 تفضل علاوي أسمعك تفضل أخوي أي حبيبي أي أحساب المعذرة أني أحساب المقارة إذا تتعني معروف 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 وهم جلاك وهم يعني معروفين نعم يكتلون يكتلون الدنبار يدخلون يخرقون الخيام يكتلون للناصر وشوف الناصر يعبارة عن يعني يعبارة عن يعني واضعة الصف الثانية لو تيجي يشوف الخيام محترقية العثمارة في المحلات 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 العضاعة المتجولين حلات البسيطة ضار خراب الناصر ضار عن خراب جاي وصول رسالة إنه بوجهنا إحنا الأحزار اللي يوضف بوجهنا إحنا مصيرة دمار مصيرة إلى يعني ينزيون عائفة والاختيالات اللي يصير والخطف اللي يجاي يصير لو تعتمون الشهداء والدرحة وهذا لا شيء غير الخيالات وغير التهديدات ورسائلة يعني أي شخ رصيب عيد الصفح بتاع الباب يجال ضارف تهديه ورخاصة يعني إن سيادة دع طرحة كالمظاهرة سترح تنفتكت هاي معروفة يعني بالناصر يمكنها معروفة لك أمس المجزر اللي طار الصرب وحتى المصطوب يجونه يخلون ويكتلونه ويرحون بدين بارج الشرطة في بارج الشرطة مرحل مستر علي أنا أعتذر أعتذر منك بس الصوت الصوت جدا يعني داي خربط أو مواضح أتمنى أنه تعيد الاتصال بنا حتى نسمع رأيك أكثر عندي ريا من أميركا حيات شاء الله يا ريا 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 يبدو أنه ما تسمعني عمر من الأعظمية وياه سلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام نعم أقتصر إليك بخصة نعم والأحزاب هي انخلي يكتن بذانات إن شاء الله الشعب العراق يسمح إذن نعم كانكم ملكين في ذلك الوقت الجنود مال الملك مولهم حرام يقول تجابوا المل الملك قالوا يا ملك هذا حرام لدى الناش يفعل من الحكم الملك قالوا لقد عويده نعم وقد عويده ومرة ثانية همنا راحة أيام جاء مجمو الحرام يجابوا الحرام يجابوا المل الملك الحرام طلع نفسي تجد عويده نعم تجامعني واضح أخويا نعم أخويا قال الملك قال راح أقتعيدك الثانية راح أطيك فرصة تحكيم بيها تجد تتبوك قال لي يا ملك أفلوس ما عندي أكل ما عندي نعم أعين تحاج بالضيب وان صريت أبوغا الملك ثاني يوم عافظ سبطة للشعب أخذ جهاله وخذ عياله وعافظ وعافظ الولايه وعافظ حكم للشعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا لك مشاهدين كرام وكالة رويترز تقول أن القوات الأمنية تتعمد إطلاق النار والرصاص الحية على المتظاهرين المناهضين لحكومة وأن التظاهرات حالية تمثل تحدي غير مسبوق للنظام الحاكم التي تهيمن أحزاب تدعمها إيران ويطالب أشارت أن المتظاهرين يطالبون بإزالة جميع الأحزاب والسياسيين وإجراء انتخابات حرة وانتخابات نزيهة والسئصال الفساد من العراق لكن أنه هذه حكومة ترد عليهم بالعنف والقمع المفرط وراء هذا الشيء أكو إيدانة من ريا من أمريكيا رجعت ويانا حياة يا ريا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة ولكرام طبعا شكرا جزيلا على قناتكم على إتراحة هذه الفرصة حياتي الله أختي حتى نعبر أنا أكو صاد أبسط لا واضح جدا تفضلي طبعا نعزي نفسنا والله نهني الناصرية على هالمواقف البطولية وجامس معنا من أهلنا عن مواقفهم على مدى التاريخ والأيام ثبتت أنه أهل البطرة والناصرية وكل أهل الجنوب وأهل العراق رجعوا تاريخ أجدادهم وهم خير خلاف لخير سلف والله كل اللي نقول قليل بحقهم شلتوا راسنا وتعازيني الوالد الشهيد عبادي الأسدي يا ربي والله نحزد على هالشهادة نتمنى نحن نكون بمكانهم وإن شاء الله كل شهداء العراق نعم إن شاء الله كل شهداء العراق في عليهم وكتبوا اسمعهم بالذهب وما رح ننساهم وإن شاء الله يا أهالي الشهداء تلقون حوبتهم أهالي الشهداء نحن بالغرب وفي الغرب وفي الغرب نعم وشكرا جزيلا شكرا شكرا سيف الدين من الرمادي حياك الله يا سيف الدين سيف الدين سيف الدين سيف الدين تسمع حبيبي نعم نعم تسمعوا هذا أثقاء في المختلف إن كانه إغاني ولا هو الإيران والله إنه ليس على حقي وانطبع في هذه تورة وانطبع وانتجب هذا العهد والله إن فأسل ما برسل هذا رأسي كله تستغيراني أسل وجاهد ومعا سيف الدين إن كان الله يتور مصوحة لغار وحفظ العراق إن شاء الله والسلام شكرا شكرا لك سيف الدين أم علي من محافظة صلاح الدين حياة الله السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام أنا أريد بس أوصر رسالة لأهل سبايكا فضلي أقولهم أهل صلاح الدين والله العظيم بريئين من دمهم وهاي الفتنة السواها المالكي الله ينتقم من عنده مثل ما هسا يلبسهم الدشاديش والعقل والهذا ويقلعهم مع المتظاهرين يعني نفس الشغلة السواها بأهل سبايكا لا زين والله العظيم هذا كلام مسؤول علي أمام رب العالمين يعني الشغلة السواها المالكي الله ينتقم من عنده مثل ما كتل أهل الحويجة بخيامهم والله والله يحفظ كل متظاهر الشفر الرجل 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 يقول له إذا تطلع من المظاهرات الشعب العراقي كله يجي يعتصد لأن أنت من جئت ودخلت الأتصامات كل نص الطوائف انسحبت من جئت أنت ودخلت ساعات الأتصام نص الطوائف انسحبت من المظاهرات لأن هاي مظاهرات وطنية سنية وشيعية وكردية ومسيحية فهذا مختد من جئت نص الطوائف انسحبت فهذا من هو ربعة المخربين الشعب كله هسا التحم ورجع للمتظاهر للأتصامات فأباشر أقول له أنت من تطلع وتشافين أشرك الشعب العراقي يتوحد وإذا تجي أنت أنت تفرق الشعب العراقي قطع لتصال يا أبو محمد أبو مالك من أمريكا حياك الله السلام عليكم أستاذ أفل عليكم السلام والرحمة والإكرام دحياتي إلك ولكل كادر القناة الشريفة حياك الله أخويا أستاذ أفل شيء أثار السغرابي اليوم أنه صدرت مذكرة أمر قبض بحق فاط الشيخ علي من قبل دعوة قامها هذا العامري علي وأنا أقول المتحة المحمود اللي هو رئيس الجلس القضاء أكو مادة رقم ثلاثة من القانون العراقي 121 سنة 69 نعم تحكم بالإعدام على كل شخص تثبت عليها جريمة التجسس أو العمل أو الانتماء لدولة أخرى فما هو موقف متحة المحمود من هذا العامري وكيس الخزعلي وأبو حزف الله والباقين اللي هم وولاهم وتجسسهم من إيران كيف يقبل دعوة من قبل واحد جاسوس على شخص عراقي وصدر علي أمور قبض يعني أتغرب على هكذا قضاء يعني معقول هذا القضاء بالعراق انحط لهالدرجة هاي وأنا أشكرك أستاذ إفل شكرا يعني بس شنت أريد أسألك سؤال أبو مالك يعني أنت تتساءل على هاي القضية بس زين ليش ما نتساءل على القضاء العراقي وين من آلاف المعتقلين اللي موجودين بالمعتقلات وبالسجون اللي صار لهم السنين اللي لا نعرضوا على قاضي تحقيق ولا عرفوا هم معتقلين ليش ولا نحكموا أصلا موجودين بالمعتقلات عايشين ميتين الله أعلم ويعذبون ليش ما نسأل عن آلاف القضايا اللي اعتقل بها أبرياء وانحكموا بالإعدام وأعدموا نتيجة مخبر كيدي يعني القضاء العراقي علي ألف علامة استفهام أبو مالك مؤاني هو هذا البيتين السغرابي يا أستاذ إفل وناهيك عن المجرمين اللي يقومون حاليا بقتل المتظاهرين وحرق الخيام القضاء وانا عنهم يعني وبعدين أستاذ إفل يعني هذا متحة المحمود من 2003 لحد الان هو رئيس القضاء يعني ما كو واحد قاضي شريف غير متحة المحمود فقط متحة المحمود اللي هو القاضي بالعراق لو هذا أقوم هذا بالدستور حسب ما أنا أسمعت أنه وضعت مسحة المحمود إلى أن يموت هو يبقى بهذه الوظيفة رئيس منسج القضاء وهذا ما أعرف يعني أقوم في الدول العالمية ناس قانوني نعم نعم شكرا 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 لك أبو مالك من الديوانية نجاح يا الله هلو مرحبا استهدنا حليل قلبي هلا بيك استهدنا شلونك هلا بيك أخي تفضل استهدنا أحي تفضل ما أخي شكرا ماذا ما تفضل أخي تفضل هلا بيك نعم نعم أنظر أنظر وأخي أنظر وراء ذول الحمايين وراء يومية كاسلين العالم لا تفضل وراء تفضل ناصرية خطية الشباب وراء مطلوبة اذا امكن اخ نجاح تنصي التلفزيون وتسمعني من التلفون حتى نتواصل اكثر استاد نقول هسه هاي هميس الناصرية خطيئة بيش مطلوبة بيش هاي الشباب الحوائل همات جالة وفنان وفنان من افنان عامة ايجا وكذا ليش ممكنهم في الحشدهم وقاتلوا وتعذوا تهلوا طماطم واحدهم نعم شكرا استاذنا شكرا شكرا لك اخ نجاح طبعا سفراء 16 دولة بالعراق ادانوا استخدام القوات الحكومية والميليشيات الرصاص الحي والعنف ضد المتظاهرين بالعراق البيان اللي اعلنه 16 سفير من ضمنهم سفراء امريكا وبريطانيا وفرنسا والنروج والمانيا وهولندا وايطاليا والسويد يقول ان حكومة بالعراق ملتزمت بالضمانات اللي قدمتها لحماية المتظاهرين السلميين واستخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين ببغداد وذيقار والبصرة الامر اللي تسبب بوقوع ضحايا من البندين هذا البيان اليوم البارحة صارت مجزرة بالناصرية لكن بعد هذا البيان وبعد ما طالبت الحكومات وسفراء الدول ال 16 حكومة بغداد باحترام حرية الرأي والتظاهر وضمان التحقيق ومسائلة قتلت اكثر من 500 متظاهر مثبتة والاف الجرحة صار اكو هجوم جديد ببغداد بسعة الخلاني خلونا نشوف اشتركوا في القناة يعني حتى لما نطالب الاسرة الدولية الحكومة العراقية انه تحترم او ما تمي نفسها بحكومة عراقية انه تحترم القوانين الدولية وتحترم حق التظاور اللي كافل الدستور اللي صدعوا باروسنا السياسيين كان الجواب اللي شيفناه قبل شوية ابو علي من بغداد حياك الله يا ابو علي السلام عليك عليكم السلام الرحمة والإكرام هلا بيك اخوية تفضل السادة احنا والله حالتنا في هالبلد يعني جات انظر دول الناس اتراجع على دائرة انتم مهمش اتراجع الشايبي راجع ما محترم والله ما يحترمك يعني البلد البلد وصل الى حالة انه محساوية اشوف هالحكومة اقول انتم ما تنظروا لهالشباب فيها بهالنساء البلد وصل الى مرحلة انهيار من البلد باشر فم يتريدون انتخابات من البلد فوقات تشري يعني وصلنا مرحلة ما عارف يأس من حياة هالحكومة يعني المحافظات الشمالية ما جاءت تتكاتف هي المحافظات الجنوبية يهدي بهيد ونخلص من هالموضوع هذا الى متى ان نبقى يعني على هالحال المحافظات الشمالية كلها قاعدة ومرتاحة واحنا بجلموا بيحلي شغلتنا مشاركتنا بالترافرات والفتيل واولادنا راحات وعملنا حايتين وكل خلينا بسبيل نخلص من هالحالك من هالحالك من هالحالك ما جاءتنا نعم شكرا 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 لك ابو علي من بغداد هم ابو علي بس من السليمانية حياك الله يا ابو علي وعليكم السلام ورحمة الله ودحية ودوم حبيب قلبي تفضل أخويا احنا صارنا سنوات مهجرين احنا من صلاح الدين نعم سليمانية وعادي هاي الحكومة حكومة ظالمة وحكومة ما تنسجي البالة على شعبها واحنا يعني قالوا طلعوا المتظاهرين بالمحافظات الغربية وقالوا دولا دولا شكرا فتنة ودولا دواعش ودولا كده وقمحوا المظاهرات بالمحافظات الغربية وهس طلعوا اخواننا الجنوب من محافظات الجنوب وبغداد فيقولون هدولا هم السوسين ومنها وحرقة وحكومة ماكم الشعبية تابعا اليران والله العظيم دمر والشعب هاي الحكومة الاماء الاماء الله يغضي عليها ترى هاي الحكومة تاكل الاخبر واليابس نعم اي وهذا ما اقول احنا سلسكنوات مهاجرين هالتري بلقمة العيش على الجوه العالم سلام ورحمة ولكرام تحية إليك ولكلك هذا القناة حياتي الله تحية إليه نحن سليمانيا في السنوات مهاجرين نعم 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 انقطع الاتصال الاخر الاسماء اليوم اللي صار بساحة الخلاني شفناه بالفيديو قبل قليل يعني وايضا اكدت المصادر انه قوات الحكومية احرقت احد مركبات التوك توك اللي المتظاهرين اللي كانوا موجودين بالقرب من هذه المركبة اكدوا انه كانت مخصصة لنقل المصابين من المتظاهرين بعد ساحة الخلاني القوات الامنية والميليشيات اطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز على المتظاهرين بساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد بمحاولاتها المستمرة لفضل اعتصامات المطالبة بالسرجاع الوطن المسروخ من الاحزاب الفاسدة منذ عام 2003 حتى اللحظة مشاهدين الكرام برنامج صوتكم متواصل لكن بعد فاصل قصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحبوب ايضا تم نصب اول خامل الحبوب تم نصب اول خامل الحبوب ايضا البسر يبنون بنا بالحبوبي مو خيام بعد بنا راح يبنون وبجابون طوال الله البارحة حرقوا خيام المعتصمين بالناصرية بس اليوم نصبوا خيام جديدة يعني القوات الامنية والميليشيات اش قد رادة تتحدى الشعب بس يبقى الشعب حي ما راح يقدروا لهم واكثر المتظاهرين واغلب المتظاهرين والفيديوهات اللي طلعت من البارحة لليوم يقول لك هم جبناء هم مواجهون وجه بوجه هم غدرونة هم مواجهون وجه الفجر لما نحن نيام حرقوا وانهزموا لو هم زلم كانوا واجهونة هذا اللي اكدت الفيديوهات اللي ظهرت اليوم من ساحة الحبوبي بالناصرية وبثينا واحد في بداية البرنامج واكد هذه الكلمة لكن هذا الفيديو اللي طلع بعد الفاصل هم دا ينصبون خيام جديدة يعني دا يقولون للحكومة ما سويتوا ما راح نهتم اول اتصال عندي ورا الفاصل محمد من السويد حياك الله يا محمد استاذ العزب انا من الناصرية والنعم منك ومن اهالي الناصرية وكلها واندي مداخلة بغيرة تفضل اقول يوم يوم ان جاءت المرجعية قالت على الجهاد نعم الجهاد الكفائي طلعوا كل اهالي الناصرية والجنوب راحة لاخوتهم والبالغربية وبالمورطل وبكل مكان نعم والمرجعية قالت في السنة انفسنا ما قاعد اخواننا نعم فانا اريد من انفسنا الموجودين بالقربية الهم موقف مشرف مثل ما كانوا اهل الجنوب وي اخوتهم والهم موقف مشرف نعم عرفت شون هذا اللي يجب عندي يا ريسي عن طريق قنواتكم اتحرك شيوخ العشائر الموجودة اللي بالقربية ارتباطنا وياهم عشائري عمق عراقي ما بحياة ابن الجنوب ما قال الحالة الشيعي قال سنة وشيعة وهذا البلد منبيع نعم انا اللي انتظر من خلال قناتكم مشاركة عشائرية مظاهرات تفهم للمجتمع العالمين ان هذا العراق واحد كافي فساد يعني حتى الانسان العراقي ما ضر الى قيمة السبب الاساس اللي بي تسعين بالمية من الموظفين الدولة كلهم ياخذون عدة تواتف وانتهازيين وما عنده اي احترام للفرد العراقي بأي معامل يريده ما عنده اي احترام بي لا هذا اللي احب شكرا 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 ادفعوا امازجوا ادفعوا 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 يقولوا ما ستتجاه ما قالوا شنو انجازاتك شو راح يتساوو للعراق اتفقوا عن الرواتب اول نجو يعني حتى فرجوا قدوا مضحكة قدوا قلت شب حلق الجميع هذا المحقق اللي قاعده يالشهيد صدامتين يقول ها يقول والله الخرق اللي يمسح حذاء صدامتين يشرفهم يبقى اش يقولون عليهم ماذا يخشون ماذا يستحرون عنصول البلد قد اخذتوا هواية تبتلتوا هواية ما اسفعتوا من الدماء تفهموا درعانة محددة بيها ماذا سواها ماذا سواها مثلكم او ابرياء ابرياء يا ريس هم تسوي تلشي رجكم انبود ما يخال او تقفضون حسنات الدفاتر من اجلهم انبطلون ان الله ما تخافون الله ينتقر منك ان شاء الله هلناصرية تنتقر منهم وتاخد بتاع كل الجميع هم كلهم اطار هلناصرية وهل الوصف الله يحفظهم والرحمة والجنة والسهداء اللي رحى واسعى بهذا الابدي راح ابنه يقولوا لا تسوي الفاتحة يقول اني انا تسوي الفاتحة كان لصماثة ما عندي ايش الله اكبر عليك في دولة كاثنها بتعول مقعد تدورت رواسط نعم اقوال مجاوزة لو يفق العراق على حقه تقول شي ما نسوي كنت شي ما نسوي يبقى على حقه بعد تهال بس القلم قدرت تتبدلوا قلم صدام حكين قو طالبت تهال القصور قعدت بيه من الله يغلب على راسته شكرا 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 اليك ام عمر عندي من بغداد شهد حياة شاء الله يا شهد شهد يبدو ان الاتصال يلي اخذ شهد القطع اللجنة المنظمة للتظاهرات اليوم قدمت بيانة تقول بي ان المعتصمين بساحة النقاط الناصرية وبتحديدنا عفوا بساحة حبوبي بالناصرية تعرضوا لأبشع انواع القمع والتنكين من قبل القوات الامنية والميليشيات المسلحة المجرمة وانه اللجنة حملت الحكومة واحزابها وميليشياتها المسؤولية الكاملة عن هذا الجرائم مؤكدة انه اسرار المتظاهرين على استكمال مسيرتهم المشروعة والتصعيد بالتظاهرات بشكل سلمي والاعتصامات حتى تعقل كامل مطالب الشعب العراقي مستمر وانه نظام المحاصص الطائفي هو اللي تسبب بنهب اموال البلد وتبديث ثرواته واخضاع سيادته بالخنوع الكامل الى حكام ايران ووصفة التظاهرات اللي قادها او دعا الها مقتد الصدر بانها مظاهرات ما تسمى باستعادة السيادة الموالية لايران ومثل ما اكدنا انه اكم متظاهرين اليوم محافظة اذيقاري اكدون انه اللي قاموا بمجزرة البارحة هم اشخاص مرتدين لباس مدني عفوا مسلحين شيع المتظاهرين اليوم في ساحة حبوبي الشهيد عبادي الاسدي اللي قتل برصاص قوات الحكومية وميليشياتها واللي شفنا كلمة والده السلام عليكم الو منو يا ايا انا خميسة من الجزائر خميسة من الجزائر حياك الله انا مساء الخير انا بيك اخويا مساء الخير خميسة من الجزائر تفضل اخويا تفضل تعال هو ما حادثة السيادة الموالية الزارحة فهو شي يندله الجبين يا اخي العزيز نعم شي يندله الجبين قصمم بالله العين رضي ما يسألوهم لا يهود ولا نصارى يجب على الجميع الدولة العربية ان تديني هذه الامال نعم اتمنى من الله عز وجل ان تديني هذه الامال الجبانة هم جباناء لو كانوا رجال لا تقدموا فيها في النهار لكنهم كالخساتيش اخذوا جنة اليد وفعلوا تلك الافعيل المشينة هم افعال المشينين هم اناس كرجوا من كل الأديان لا دين لهم هم اعداء الله واداء الرسول واداء البشرية هم من احفاد خاملاء وصمرته اللعينة هذه افعال شنيعة لا يرضاها احد نعم نتمنى من الله عز وجل ان تدين جامعة الدول العربية هذه الامال الثانية حتى ترجع الى وجهها قليل من الحياء نعم قصة من بالله لا حياء هذه افعال الليل يتحي لها الانسان ينبى هجبين انسان اعزل في الليل يقتل هذا حرام والله حرام اقسم بالله هذه تصفية دسدية اراها او حرب نعم 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 واظم وتمنى من الله عز وجل ان تكون هذه هي بادعة خير لاخواننا لانهم لم يستطيعون يفعلوا شيء بهذه التظاهرات هذه التظاهرات المباركة لم يفعلوا اي شيء نعم مساعدوا هذه الاساعدين الصبيونية دليل على انهم الى زوالي ان شاء الله الى زوالي ان شاء الله ونصروا لكم ان شاء الله في القريب العاجل نعم 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 شكرا شكرا لك اخ ميسي من الجزائر شهد من بغداد رجعت لنا حياة شاء الله يا شهد شهد اسماعيني السلام عليكم عليكم السلام الرحمة والكرام تفضل يا اختي شهد اسماعيني هلا بيت اختي احب اشكر قناتكم وان شاء الله موفقية لكم والقناة لا شكر على واجب نعم احب انا من طباعة طارمية نعم والنعم منك ومن اهالي طارمية الله سلم اخوي احب اشكر المعانات الموجودة في طارمية نعم هنان هواي شباب احبالي هواي شعباني ف سرعة والشباب بدي يطاطون يعني بس نلقت القوات الانينيين هنال حكوما اه فادة توجه مناطر احنا اين صباح رادة تطلح مناني نعم خاصة احل القلاب اه منعوهم من كل شي اه ما عشتني السرر نعم صور خدا ما تكلوا اشتعباني هنالغو طارمية نعم طلعوا الشباب بدي يظهرون اه القوات الانينية ما خلتهم يطلعون مناني اه مجرد تايطة يطالبون بحقهم دي عبرون عن رأيينهم يعني اللي هواي اللي حوالي شعباني هنالي ناس ما تقدر يتذكر ما عشتني السرر اللي خلاهم هما يتقدون بالشعر نعم اه اتمنى يعني يسمحون اه امرش بيانه هواي اللتي عجبت وطلب وشعبت ومتقدرهم نبايع يمكنك حتى من هذا ما اقعد تقدر الاقتصا نعم شكرا جزيلاح ليجي أخدشهد كانت هذه رسالة الأخدشاهد من أهالي Cap 100 لنقل معاناتهم ومنع القوات الحكومية كافة أنواع التظاهر ما بين الأهالي ومنعهم من قامة أي نوع من الفعاليات متظاهري ذيقار استنكروا إقدام الميليشيات على إحراق صور الشهداء وبدوا المتظاهرين بجمع تبرعات لعادة إحياء ساحة حبوبة وعادتها إلى ما كانت عليه بل أفضل وأيضاً متظاهري ذيقار أغلقوا جميع الجسور لتجنب وصول الميليشيات مرة أخرى إلى ساحة اعتصام والقيام بمجزرة جديدة وإحراق خيام المعتصمين مرة أخرى أول رسالة واتساب عندي اليوم موسى من الناصرية يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجون بنص الليل ويرمون على المتظاهرين بينه ونفسهم هسا جبناء لأما يقدرون يواجهونه رسالة أخرى تحية حب واحترام لقناتكم الوفية مشتاقي لكم الذهبية الاتحادية الرد السريع المحلية مكافعة الأرهاب وينهم القوات الماتح ميني ما تمثني بلا حاجزايد الكل مشترك بالجرائم وإذا نحكي نطلع غلطانين أن حضيرة خنزير أطهر من أطهرهم تحياتي أخذكم المنتفضة كريمة عبود أم جلال من ذيقار قضاء الفود تحية عراقية أصيلة مقتدى الصدر أثبت أنه خائم من الصنف الأول تحياتي أبو علي المسوي من النجف رسالة أخرى إحنا جد من ماطل الحكومة إحنا نماطلوا إياهم وما عدنا شيء ومستمرين إن شاء الله ويحفظ ولدنا أما بالنسبة للمجزر الذقار البارحة السبب هو الأحزاب وكلنا نعرف منه وأشكر قناتكم واستمروا يا رب النصر للمتظاهرين على هذه الحكومة السلام عليكم نحمل المرجعية الدينية وقادة ميليشيات مقتدى حكيم عامري مالكي خز علي خراساني وكافة الميليشيات قتل وحرق واعتقال الأبطال من المتظاهرين بالناصرية وجميع أنحاء المناطق المنتفضة والخزي والعار للحكومة تحياتي أبو عمار من السويد رسالة أخرى السلام عليكم أستاذ أخوك علي مالك من العمارة حياك الله أخويا أحب بس أوصل رسالة من خلال قناتكم البطالة الكافة الميليشيات الجبانة هم وقادتهم الأندان لو مو تحرقون لو مو تقتلون ما نرجع الآخر نفس والله ويانا ومنصورين عليكم بحيل الله تحياتي لك أخي أفل ثورة تشرين الأبطال تستمر بإعطاء مزيد من الشهداء الأحرار خاصة بعد القضاء على رؤوس الأفعى سليماني والمهندس وستستمر الانتفاضة بهذا الزقم الجماهيري الكبير ومليونية 24 و1 الجمعة المضت هي دليل على تعقيق الأهداف لهذه الانتفاضة المباركة للخلاص من ذيول الشر عملاء إيران وطردهم هم وأمريكا لكن أخي العزيز أنه مليونية 24 و1 كانت بدعوة من مقتدى الصدر ولم تكن مليونية وفشلت السلام عليكم من عبدالخالق الناصر أشكر قناتكم الرائعة الله يحرق قلبكم مثل ما عركتوا الخيام تحشون بالحسين وزينب عليهم السلام وتسوون مثل ما سووا الشمر بهم وتحرقون خيامهم بعافيتكم إن شاء الله ويا رب يأخذ حقنا وحقكم من كل شخص ركب الموجة وراد يخرب غير ديمقراطية هاي السلام عليكم ليس كل الجماهير تأخذ أموال فالكثير يبيع آخرته بدنيا الآخرة آخر رسالة الإيرانيين مزقوا كل شيء يتعلق بسليماني من أجل بلادهم وأنتم مزقتم العراق من أجل إيران وسليماني خنتم الأهد والوطن والشهيد ومسحتم تاريخ تمجدنا به لآلاف السنين لأجل إيران التي تحاول اليوم أن تجمع نفسها لتعيدها من جديد بعد خراب ودمار العراق أصحوا يا شعب لا تتركونا قرابين للمجرمين أبو أوس من تركيا أعتذر من باقي الرسائل اللي وصلتني ومن السادة لدازولي الرسائل أعتذر من السادة المشاهدين اللي يحاولوني التصلوم بينهم وما قدرت أخذ اتصالاتهم لضيق الوقت نلتقيكم على خير بنفس الموعد باتر في أمان الله